لا بد من مقدمة حتى تتضح الصورة لمن يسأل الموسيقى الموسيقى ظاهرة طبيعية لم يكن الإنسان قد صنعها ولذلك في الثقافات القديمة كانت الموسيقى مبحث من مباحث الفلسفة يعني في الحضارة اليونانية مثلا وحتى في الحضارات الأخرى حتى الذين كتبوا في الموسيقى في العصر العباسي هم الفلاسفة الفارابي وغير الفارابي الذين كتبوا ونظروا للموسيقى الموسيقى ظاهرة طبيعية وأول من عرف في التأريخ بأنه وضع قواعد للموسيقى هو في ثاغورس لأن الذين كتبوا في الموسيقى ونظروا ربطوا بين الموسيقى والرياضيات وفعلا هناك علاقة هناك علاقة في العمق الفلسفي بين الموسيقى والرياضيات وحتى كتابة النوت الموسيقية فيها البعد الرياضي واضح أنا هنا لا أريد أن أنظر للموسيقى ولست مختصا بذلك وإنما هو جزء من ثقافة عامة وإلا اختصاصي أنتم تعرفونه وأنا اختصاصي في معارف الكتاب والعترة والعلوم المرتبطة بمعارف الكتاب والعترة هذا هو تخصصي أما الأمور الأخرى فهي جزء من الفضول العلمي أو الثقافة العامة لكنني أتحدث حتى تتضح الصورة باعتبار أن الإشكال من أين ينشأ الإشكال في هذا السؤال قضية التشابه أو التوافق في بعض الأحيان بين الألحان في منابرنا والألحان الموجودة في الأجواء الغنائية والموسيقية التي يقيمها أهل الغناء وأهل الموسيقى أو هل أن الموسيقى يمكن أن نستعملها في ألحاننا سواء في جانب الأحزان أو في جانب الأفراح فلابد أن تكون عندنا صورة فكرة عن الموسيقى حتى حينئذ ندخل في القضية حتى تتضح الصورة حينما أتحدث وأبين التفاصيل لابد أن تكون هناك فكرة واضحة على الأقل بشكل مختصر بشكل مجمل قلت بأن من أخدم الذين نظروا للموسيقى هو العالم في ثاغورس وقارن بين الموسيقى والرياضيات أصلاً الآن يعني الآن في عالم الفيزياء في عالم الفيزياء هناك تصور موجود أنه هناك موسيقى كونية في الكون توجد موسيقى لا تحدث عن الموسيقى التي تعزف على الآلات الموسيقية المراد من الموسيقى الأنغام يعني هناك أنغام متناسقة هذا المراد من الموسيقى حين نقول موسيقى يعني هناك نغمات متناسقة نغمات متتالية نغمة بعدها تأتي نغمة وبعدها تأتي نغمة هذه النغمات المتتالية وهناك نظرية حديثة نظرية الأوتار الفائقة نظرية الأوتار الفائقة وكأنها تقول بأن الكون عبارة عن نغمات موسيقية كل الكون يعني الحقيقة الفيزيائية للكون عبارة عن نغمات موسيقية تحكمها قوانين الرياضيات لا أقول بأن النظرية بالضبط هكذا تقول ولكنه وصف أدبي لهذه النظرية التي تعرف بنظرية الأوتار الفائقة والتي تعتبر أعمق وأدق من النظرية النسبية لإنشتاين على أي حال فالموسيقى هي نغمات وهذه النغمات لها حروف الحروف الموسيقية ربما تعرفونها ما يسمى بالسلم الموسيقي الذي يتألث من سبعة حروف دو ريمي فاص لا سي هذه الحروف هي الحروف الموسيقية التي تشكل السلم الموسيقي نحن في الثقافة العربية نقول المقامات في الثقافة الغربية الثقافة الأوروبية بدل المقامات تسمى السلالم الموسيقية هناك السلالم الموسيقية وعندنا المقامات والمقامات أول ما نظر لها في العراق لذلك تسمى بالمقامات العراقية التسمية القديمة لها نظر لها في العصر العباسي المقامات أو السلالم الموسيقية محدودة قد تختلف عند الشرقيين عن الغربيين وعند الغربيين عن الشرقيين قد تختلف لكنها بالنتيجة هي محدودة الحنجرة والحبال الصوتية والقدرة البشرية محدودة يعني الألحان بالنتيجة ليست مفتوحة إلى المال نهايات الألحان محدودة نعم يمكن أن يعاد تركيب الألحان ولكن تبقى الألحان محدودة لماذا؟ لأن المقامات محدودة فشيء طبيعي سيحدث تشابه بين الألحان الدينية وبين الألحان الغناء شيء طبيعي لأن الألحان محدودة لأن الحنجرة واحدة النظام الكوني للإنسان ونظام الكوني للحنجرة واحد فالحنجرة واحدة الحبال الصوتية واحدة وبالتالي المقامات الموسيقية المقامات الصوتية محدودة نحن نتحدث في الجول الشرقي المقامات الشرقية معروفة تسعة هناك تسعة مقامات هي هذه المقامات الأصلية فتلاحظون هناك محدودية وهذه المقامات على أساسها يضبط وزن الألحان كما هو الحال في علم العروض علم العروض هو علم لضبط أوزان الشعر العربي يعني هناك طريقة رموز وشارات حتى الكتابة العروضية مثل ما الكتابة الموسيقية تختلف عن الكتابة العادية الكتابة الموسيقية لها حروفها ورموزها الكتابة العروضية أيضا الكتابة العروضية ليست كالكتابة العربية الكتابة العروضية على مرحلتين المرحلة الأولى تكتب بالحروف ولكنها تكتب بطريقة إملائية مختلفة مئة بالمئة عن الطريقة الإملائية التي نكتب بها يعني يحتاج الإنسان أن يتعلم الكتابة الإملائية العروضية ثم تتحول إلى رموز إلى إشارات إلى خطيطات صغيرة وإلى أنصاف دوائر وأهلة تتحول كتابة العروضية وعلى هذا الأساس يوزن الشعر طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعل فعول مفاعل قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي مثل ما العروض يزن الشعر العربي في هذا المثال المقامات هي أيضا مثل علم العروض توزن الألحان والأصوات سواء الألحان القرآنية لقراءة القرآن القرآن يقرأ بالمقامات أو لقراءة الأدعية والمناجيات أو لقراءة المدائح والرثاء والنعي وإلى سائر ألوان الألحان التي تستعمل في جونا الديني أو في الأجواء الغنائية والموسيقية في حفلات أهل الطرب فعلى أساس المقامات يعني تضبط أوزان الألحان المقامات التسعة المشهورة يعني إذا لم تخني الذاكرة مقام السيقا ومقام الحجاز مقام النهاوند مقام الراست و مقام البيات مقام العجم ومقام الصبا ومقام الكرد ومقام النوى أثر هذه المقامات قد تختلف أسماء المقامات أيضا لكن تبقى هي هذه المقامات الأصول مقامات التسعة وكل مقام من هذه المقامات له مقامات فرعية قد تصل إلى أكثر من خمسين مقام وبالنتيجة محدودة هي هذه المقامات يعني مجموعة السيقة عشر مقامات و مجموعة الحجاز تمانية مقامات ومجموعة النهاوند سبعة مجموعة الراست ستة ومجموعة البيات خمسة ومجموعة العجم خمسة مجموعة الكرد أربعة والصبا أربعة والنوى أثر أربعة على أساس هذه المجموعات من المقامات وكل مقام يتشكل من ثمانية حروف موسيقية لكن المسافات بين حرف وحرف تختلف وهنا تختلف الألحان كل مقام يتشكل من ثمانية حروف ثمانية مقاطع والمسافات تختلف على أي حال أنا بيّنت هذه المقدمة لأي شيء لأقول بأن الألحان محدودة لا توجد مشكلة من التشابه بين الألحان لأن الألحان بحسب الطبيعة البشرية محدودة نفس الألحان التي يقرأ بها القرآن تقرأ بها الأدعية نفس المقامات هي تستعمل في مجالس الغناء والطراب والمجالس المعروفة حفلات الغنائية للمطربين المحترفين المقامات هي هي وطريقة وزن الألحان هي هي هنا وهناك نفس الشيء ومن يريد أن يدرس يعني هذه المطالب هذا الفن نفس الشيء الذي يريد أن يدرس لأجل قراءة القرآن لأجل الألحان الحسينية هو نفس الشيء نفس المكان نفس المدرسة نفس الألحان نفس العناوين التي يدرسونها لأجل الغناء والطرب في حفلات المغنين والمطربين المحترفين هي هي لا يوجد فارق لأن الحنجرة البشرية واحدة مقامات واحدة الحبال الصوتية واحدة الحروف الموسيقية واحدة والتقاطع واحدة فهذه مقدمة مهمة لا بد أن تعرف بعد هذه المقدمة ننتقل إلى أجوائنا الدينية سواء الألحان التي تكون في أيام المآتم وأيام الاستشهاد أو في أيام المواليد والفرح لا فرق من الوجه الشرعية وحتى من الوجه الفنية الطرب ليس بالضرورة أن يكون مفرحا فقط حتى في اللغة الطرب يمكن أن يكون محزنا ويمكن أن يكون مفرحا بالمنظار الشرعي حين نتحدث عن الطرب لا يشترط في الطرب أن يكون مفرحا لأنه يتبادر إلى الأذان دائما أن المراد من الطرب يعني الفرح والرقص الذي يكون من الفرح بعض الأحيان يكون الرقص من الألم كما يقول الشاعر فالطير يرقص مذبوحا من الألم لا تحسبوا رقصي بينكم فرحا فالطير يرقص مذبوحا من الألم يعني يعني حين يذبح الطير لا يبقى يتحرك يرقص فهو يرقص من الذبح الطرب في الشرعي وفي اللغة وحتى في الحساب الموسيقي ليس بالضرورة أن يكون مفرحا الإنسان تعتري حالة من الحزن هناك قصة طريفة وإن يخارج عن موضوعنا لكن نحن في دردشة قصة منقولة عن الفارابي حين دخل على أحد الصلاطين دخل على أحد الملوك وصار حديث عن الموسيقى وأرادوا أن يستهزئوا بالفارابي لأنه لم يكن عربيا فأخرج بعض القطع الأدوات قطعة جلد وأوتار بالنتيجة ركب القانون آلة القانون ركب آلة القانون وبدأ يعزف عليها فعزف عليها فأبكاهم فبكوا وعزف عليها فأضحكهم وضحكوا وعزف عليها وأرقصهم وعزف عليها وأضجرهم أصابهم السأن وعزف عليها وناموا وخرج هذا كله طرب في علم الموسيقى هذا طرب الطرب ليس مخصوصا بالرقص فقط أعود إلى قضية الألحان في أجوائنا الشيعية الألحان في أجوائنا الشيعية بغض النظر عن أيام الفرح أو عن أيام الحزن بغض النظر عن نوع اللحن هل هو لحن فرحي أو لحن أحزاني لا يهم نحن نتحدث عن ألحان بشكل عام هناك نوعان من الألحان ألحان تتلى على المنابر في الحسينيات في المساجد في المواكب في الهيئات يعني أمام جمهور حي مباشر وهناك ألحان تتلى في الاستوديوهات وقطعا هذا النوع يختلف عن هذا النوع لكل شيء خصوصياته لا أقصد يختلف من جهة المقامات المقامات هي هي لكن القصائد التي تتلى في الاستوديو لاها خصوصيتها الاستوديو له خصوصيته مثل الآن يعني نحن الآن مثلا في التلفزيون إذا نجرد الأفلام السينمائية من الموسيقى التصويرية لا يبقى لها معنى أساسا لا يبقى لها معنى يعني الآن أنت جرب خذ فيلما سينمائيا من أرقى الأفلام السينمائية واعزل عنه السينما التصويرية سيتحول الفيلم إلى مجموعة أحداث غير مترابطة سيتحول إلى مجموعة مشاهد غير مترابطة الذي يولد الترابط بين هذه المشاهد الموسيقى التصويرية ونحن نشاهد الفيلم نستمتع بالفيلم والأعداد تكون متواصلة لكننا غير مرتفتين إلى الموسيقى التصويرية لكنها لو حذفت سيتحول الفيلم إلى مجموعة مشاهد غير مترابطة مجموعة من المشاهد المتقطعة المتراكمة لأن الموسيقى تصنع موسيقى التصويرية تصنع لهذه الأفلام أو للبرامج الوثائقية الموسيقى التصويرية بشكل عام في السينما حتى في المسرح في المسرح المسرحية من دون موسيقى تعزف مع المسرح تبقى هناك فواصل داخل المسرحية يحتاجون إلى موسيقى مسرحية كالموسيقى التصويرية التي تكون وراء المشاهد في الفيلم السينمائي السوديو كذلك قد يكون التسجيل في السوديو محتاجا إلى شيء من الموسيقى لكن أن تستعمل الموسيقى في الحسينيات واستعملت يبدو أنها استعملت في بعض الأماكن استعملت أن تستعمل الموسيقى في الحسينيات أو في المساجد يعني هذا تدمير لوقار مجالس أهل البيت استعمال الموسيقى في الحسينيات أو في المساجد أو في المراكز الإسلامية أو في المواكب الحسينية أي أن كان نوع هذه الموسيقى هذا لا يتناسب مع وقار مجالس أهل البيت صلى الله عليه وهذا اللون من العمل أبعد ما يكون عن ذوق أهل البيت أهل البيت صلى الله عليه عرفوا بهذه الصفة عرفوا بأنهم والموسيقى على طرفين نقيض لماذا حين أتحدث عن الموسيقى التي أهل البيت على طرفين نقيض معها الموسيقى التي كان يستعملها الحكام لأن الموسيقى كانت عند الحكام الأمويين والعباسيين من الأمور الضرورية جدا في حياتهم ومن الأمور التي حاولوا أن يشيعوها في الناس لأجل إبعاد الناس عن أهل البيت فلذلك كان موقف أهل البيت من الموسيقى كان موقفا حازما أليس في بعض الأحداث التاريخية من خلفاء بني أمية من أخذه الطرب بحيث طلب من المغني أن يخلع ثيابه وأن يخرج له عضوه الذكر حتى يقبله وقبله الخليفة هذا مدخور في كتب التاريخ الأمويون العباسيون كانت الموسيقى بالنسبة لهم شيء مهم على مستوى الحكومة والعمال وعلى مستوى القصور معاوية ماذا فعل؟ معاوية جمع كل المغنيات وكل المغنين وكل الموسيقيين وكل القوادين جمعهم وأسكنهم في مكة الآن إذا تقرأ تاريخ القوادين أو تاريخ المغنين وتاريخ المغنيات تجد الكثير منهم كانوا يعيشون في مكة لأن معاوية جمعهم هناك واضح لما جمع القوادين ماذا يعملون؟ سيعملون في اختصاصاتهم وانتقل قسم منهم إلى المدينة أيضا بتشجيع من معاوية الآن إذا تذهب إلى كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني والذي يتحدث فيه عن كثير من المغنين ستجد أن الكثير من الألحان الغنائية خرجت من مكة والكثير من المغنيات كنا في مكة إذا تبحث عن أصل هذه المغنية أو أصل ذلك المغني لم يكن من أهل مكة أساسا وإنما جاء به معاوية فأسكنه هناك عملية إفساد لما نقرأ في قصيدة الدعبل التي قرأها بين يدي الإمام الرضا لما وصل إلى هذا البيت دعبل إذا وطروا مدوا إلى واتريهم إذا وطروا يعني إذا ظلموا إذا قتلوا إذا وطروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار أوتار الموسيقية أكفا عن الأوتار من قبضات تا هي الدعبل المعروفة دعبل لما وصل إلى هذا البيت وهو يقول بأن آل محمد إذا ما وتروا فإنهم يطالبون بحقهم بأكف منقبض عن الأوتار عن الأوتار الموسيقية هو يعرض بمن يعرض بالعباسيين يعرض بالأمويين ويعرض بالعباسين بشكل خاص إذا وتروا آل محمد مدوا إلى واتريهم إلى قاتليهم أكفا عن الأوتار منقبضات الإمام الرضا ماذا فعل الرواية تقول فأخذ يقلب كفيه صلوات الله عليه أخذ يقلب كفيه وقال يا خزاعي إيوى الله منقبضات يعني إيوى الله منقبضات عن الأوتار قال يا خزاعي إيوى الله منقبضات أبو فراس الحمداني الميمية المعروفة والتي يذكر أنه لما كتبها قصد بغداد أكذا يذكرون لما كتب القصيدة التي يقارن فيها بين آل محمد وبين العباسيين الميمية المعروفة ميمية أبي فراس الحمداني يقولون لما كتب القصيدة وكان العيد عيد أضحى مثل هذا العيد كان العيد عيد أضحى أبو فراس الحمداني كان أمير في الشام دولة الحمدانية كانت كانت دولة تمتد من الموصل من شمال العراق إلى حلب وما بعد حلب وتمتد إلى حدود تركيا وأبو فراس الحمداني كان أحد أمراء هذه الدولة هو ابن عم سيف الدولة وسيف الدولة هو كان الحاكم الأول في الإمارة الحمدانية في الدولة الحمدانية فكتب القصيدة هذه الميمية وقصد بغداد ويبدو كان متعمدا أن يكون في عيد الأضحى موجودا ويقولون كان معه ألف من الفرسان كانوا يسيرون في إمرته قصد قصر الخليفة وقرأ القصيدة بمحضر الخليفة القصيدة الميمية والسيوف معه الفرسان معه خارج القصر ومجموعة من الفرسان فهو دخل باعتبار أمير من الأمراء فقرأ القصيدة وخرج من جملة الأبيات التي ذكرها أبو فراس الحمداني في هذه القصيدة ما يتعلق بموطن الشاهد هنا تبدو التلاوة من أبياتهم سحرا من أبيات آل محمد تبدو التلاوة يعني تلاوة القرآن يشير تبدو التلاوة من أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم في بيوت العباسيين يعني هذه ميزة آل محمد وهذه ميزة العباسيين تبدو تبدو التلاوة من أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم فهذه الصفة كانت واضحة في آل محمد أنهم على طرفي نقيط مع الموسيقى التي كانت معروفة في البلاط الأموي في البلاط العباسي وإلى آخره الوقت ضيق وإلا لفصلت الكثير وميمية أبي فراس فيها الكثير من هذا المضمون مقارنة بين المغنيات ويشير إلى مغنيات العباسيين من داخل العائلة العباسية يعدد الأسماء لكن الوقت لا يكفي للحديث عن هذه المطالب فكانت صفة واضحة في آل محمد أنهم على طرفي نقيط مع الموسيقى والطراب الذي كان يعمل به في الجو العباسي في الجو الأموي في جو أعدائهم مجالسهم لها صفة الوقار إدخال الموسيقى والألحان الموسيقية إلى داخل مجالسنا الحسينية إلى مجالسنا المهدوية هو إساءة واضحة لآل محمد ونفي لوقار مجالسهم نحن الآن إذا ما نذهب إلى الكنائس الكنائس الموسيقى التي تعزف فيها موسيقى خاصة والآلات التي تستعمل آلات خاصة ليس كل الآلات تستعمل في الكنائس وحتى الألحان ألحان خاصة وقرة داخل الكنائس نفس هؤلاء الأوروبيون الذين يجدون الموسيقى والرقص وأغاني البوب يعني يجدونها يعني الأولوية الأولى في حياتهم وأنتم تعيشون هنا وتعرفون ذلك كم يصرفون من الوقت والأموال كم هي قيمة التذاكر للحفلات الموسيقية والغنائية التي تقام في ملعب وامبلي مثلا ولكن حينما يأتي الكلام إلى المؤسسة الدينية إلى كنائسهم هناك موسيقى منضبطة وهناك ألحان منضبطة وهناك تدريب طويل على هذه الألحان حتى لا يخرج على ألحانهم التقليدية المنضبطة لأجل الحفاظ على وقار الكنيسة ووقار المجلس الديني هذا وهم ما عندهم مشكلة دينية مع الموسيقى مشكلة دينية ما عندهم في الدين المسيحي مع الموسيقى لا توجد عندهم مشكلة ولكن هناك في الجو الديني لابد من الوقار فما بالك مع أهل البيت صلواته الله وسلامه عليهم أجمعي لابد من الحفاظ على وقار المجالس على أدب المجالس وإلا لماذا نقيم المجالس إذا كنا نسيء الأدب فيها مع أهل البيت ليس المجالس لإحياء أمرهم وأول فقرة في إحياء الأمر أن نكون مؤدبين معهم كيف نحي أمرهم ونحن نسيء الأدب يعني مثلا هذا الطرب المفترع أو التصفيق الخارج عن الحد المعقول يعني ماذا أقول بعض الحالات أنا شاهدتها من التصفيق مثل تصفيق البزاخة بزاخة فرق البزاخة والهوى في البصرة نفس طريقة تصفيق البزاخة والهوى رقصة الهوى في البصرة نفس التصفيق في مجالس آل محمد هذا غير منطقي لا يمكن أن يقبل هذه إساءة تصفيق محدود إلى حد ما لا بأس به في مجالس الفرح إلى حد ما إذا كان أيضا شيء متعارف عليه وتعارف عليه يعني أهل الحسيناء إلى حد ما وإلا حتى التصفيق ربما في كثير من الأحيان يسيء إلى وقار المجلس أنا لا أعتقد مثلا إذا كان أحد مراجع الشيعة الكرام موجود في مجلس وأهل المجلس يصفقون أو يتحركون بحركات غير مناسبة نفس أصحاب الحسينية سيمنعونهم احتراما للمرجع الموجود في الحسينية نحن مجالسنا كما نعتقد بأنها تحت نظر إمام زماننا كل المجالس واقعة تحت نظر الإمام إذا أردنا أن نتحدث بحديث الحقيقة فإن العالم بكله محضر الإمام محضر يعني مجلس العالم بكله محضر الإمام بغض النظر عن مجلس في حسينية أو في مكان خاص بإقامة المجالس العالم بكله ومحضر الإمام فضلا عن أن يكون الحديث عن أماكن خاصة منسوبة إلى أهل البيت مثل الحسينيات والهيئات الحسينية والمواكب وغير ذلك في داخل الحسينيات قطعا قطعا استعمال الآلات الموسيقية فيه إساءة واضحة لأهل البيت ما هو الضرورة أن نستعمل الآلات الموسيقية إن كان مع الرثاء أو مع المديح داخل الحسينيات نعم داخل الاستوديو يمكن باعتبار الاستوديو هو أساسا مثل التلفزيون تلفزيون جهاز لم نصنعه نحن منظومة العمل الإعلامي لم نبتدعها نحن التي تتناسب وأجهزة التلفزيون أو السينما في الاستوديو يحتاج العامل في الاستوديو إلى مؤثرات صوتية إلى شيء من الموسيقى الذي تكون فيه فائدة ومنفعة لا بالنحو الذي تكون فيه الموسيقى وكأنها موسيقى لأحد المغنين المعروفين أو تكون الموسيقى أكثر من الكلام الذي يذكر أو تكون الموسيقى أعلى صوتا من صوت الناعي المادح أو الراثي إذا كان هناك بعض المؤثرات الصوتية الضرورية التي فعلا يحتاجها المشرفون على الاستوديو ويشخصون بأن هذا القدر من الموسيقى سيجعل هذا الانتاج أو هذا العمل عملا جيدا ومفيدا وله التأثير في الوسط الذي يتعامل معه هذا القدر لا بأس به هذا يكون بمثابة الموسيقى التصويرية لكن لا إلى الحد الذي يكون كموسيقى حفلات الغناء والطرب المعروفة أو إلى الحد الذي تكون الموسيقى أكثر من الكلمات أو يكون الصوت الموسيقي أعلى يعني مثل هذه النماذج هذه النماذج هذه طربقة هذه هذه لا هي موسيقى بمصطلحنا العراقي طربقة هذه هذه لا هي موسيقى ولا هي مديح ولا هي رثاء ولا أدري ما هي أما التشابه في اللحن يعني أن يصعد الرادوت ويعطي لحنا وهذا اللحن يتطابق مع أغنية مشهورة إذا كان يتطابق مئة بالمئة مع أغنية مشهورة معروفة بحيث يعرفها الجميع لا يجوز لهذا الرادوت أن يعطي هذا اللحن فيه إساءة يعني الشيطان هنا يتحرك يشتغل يعني الجالسون المستمعون المشاركون الإنسان دائما وين يروح يروح لشغل طايا حظا لا يذهب إلى الجانب الحسن والجيد فحينما يعطي الرادود اللحن ربما هو ليس قاصدا لأنني قلت في المقدمة لهذا السبب أنا ذكرت المقدمة لأن المقامات هي واحدة المقامات الأصلية محدودة والمقامات الفرعية محدودة والألحان متقاربة في بعض الأحيان يمكن أن الرادود يأتي بلحن هو أساسا ما كان قد سمع لحنا غنائيا ليس مأثوما هو لكنه لو علما بأن هذا اللحن لحن معروف لأغنية معروفة جدا الجميع يعرفها مثلا أغنية كما يقولون في هذا الوقت ضاربة بالسوق نفترض مغني مغنية أغنيتها في هذا الوقت أغنية ضاربة بالسوق الجميع يعرفها في كل مكان أين ما تذهب هذه الأغنية تتردد وفي نفس هذه الفترة يأتي رادود ويأتينا بلحن يتطابق مع لحن هذه الأغنية إذا لم يكن عالما بذلك هو ليس مأثوم لكن إذا علم لا يجوز له أن يكرر هذا اللحن لأن في ذلك إساءة واضحة لمجالس أهل البيت أما إذا كان تشابه في الألحان مع أغاني قديمة غير معروفة لا يشكر في ذلك لأن الألحان هي متقاربة لكن هذا لا يعني أن هذا الأمر يجيز للرادود أن يذهب يبحث في الأغاني بحثا عن الألحان إذا صارت القضية هكذا هو أساسا سيفقد حسه وسيفقد روحيته الدينية إذا يذهب البعض يفعل هذا إذا يذهب ويبحث في الأغاني القديمة يبحث عن ألحان سيكون سببا لسوء توفيقه الأفضل له أن يدرس المقامات الأصلية والفرعية يدرس هذا الفن هذا اللحن ويمكن أن يستفيد منه أما أن يذهب يبحث عن ألحان معروفة لمغنين محترفين ومطربين حتى لو كانت قديمة ومنسية ربما الجمهور لا يعرفها لكن هذا الأمر يعود عليه بالضرر هو هو لا يجوز له أن يفعل هذا الأمر هو الآن فيما بينه وبين نفسه من دون أن يعلم الجمهور هو يسيء لهذا العمل كيف أن تتصب عمل في خدمة أهل البيت صلى الله عليه وفقا لقوالب أو قواعد أو ألحان هي على طرفين نقيض مع أهل بيت الأصمة لا يمكن ذلك القضية فيها تفاريع كثيرة ولكن أقول بالمجمل بالنسبة للألحان المسجلة في الاستوديوهات يمكن استعمال المؤثرات الصوتية شيء من الموسيقى لأجل خدمة القصيدة لأجل أن تصل القصيدة ويصل تأثيرها لكن بشكل محدود لا أن تكون موسيقى صاخبة بحيث تكون كمية الموسيقى نسبة الموسيقى أكثر من نسبة الكلام أو أن الموسيقى أعلى صوتا وإنما تكون بمثابة الموسيقى التصويرية موسيقى في خلفية القصيدة مثل ما نحن نستمع إلى الموسيقى التصويرية هذه موسيقى تصويرية موسيقى لخلفية القصيدة أما أن تتحول القصائد سواء كان في أيام الأفراح أو في أيام الأحزان إلى أغاني كالأغاني التي يغنيها المغنون والمغنيات في مثل قناة روتانا مثلاً للأغاني مثل هذه الأغاني التي تخرج في قناة روتانا للأغاني فتتحول فتتحول القصائد الحسينية أو بشكل عام ليس فقط القصائد الحسينية في أيام الأفراح وفي أيام الأحزان إلى أغاني كأغاني روتانا يعني أعتقد لا توجد إساءة أكبر من هذه الإساءة بحق آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والمثال الذي ضربه محمد حينما أخرج لنا هذا الفيديو القصير للملة حسين الزغير أعتقد مثال واضح يعني هذا صوت من دون مؤثرات صوتية ومن دون وهذا هو الذي نحن تربينا عليه نحن لا نريد أن نفرض ذوقا نحن نشأنا عليه أذواق الناس تتبدل أذواق الناس تتغير نحن عايشنا مثالا عمليا معاصرا جديدا جابر الكاظمي وباسم الكربلاء لفترة طويلة الاثنان معا كانا يعملان فأنتجا ألوانا جميلة جدا طبعا البعض من الألحان كان يتوافق مع أغنيات موجود بقصد من دون قصد يحدث اشتباه في كل مكان لكن بالجملة جابر الكاظمي وباسم الكربلاء أوجد منهجا جديدا في المنبر الحسين نحن لا نريد من الناس أن تلتزم مثلا بحمزة زغير لا بد أن نلتزم بأطوار حمزة زغير لأننا معجبون بحمزة زغير الناس لهم أذواقهم أيضا والأجيال الجديدة أذواقها تختلف لأن الأذواق تتبدل الأذواق هي نتاج نتاج التكنولوجيا التكنولوجيا تتبدل نتاج العمران توسع في المدن نتاج كثرة السكان التعدد في ألوان الملابس والموديلات الجديدة حتى السيارات أنواع الأطعمة كلها تدخل في تشكيل دوق الإنسان في الحياة ذوق الإنسان في الحياة يختلف من زمان إلى زمان كل هذه العوامل لها مدخلية في تحديد ذوق الإنسان صحيح نحن الذين نعمل في الإعلام في التبليغ في إيصال رسالة علينا أن نحرص على أن ننشئ ذوقا سليما وذوقا رفيعا عند الناس هذا من وظيفتنا من وظيفتي أنا أن أتحدث بإسلوب وأن أتحدث بلغة هذه اللغة في الوقت الذي توصل المعلومة في نفس الوقت لابدها أن تنشئ ذوقا عند المتلقي في طريقة الكلام في طريقة الحديث في طريقة إيصال المعلومة وكذلك الشاعر لابد عليه أن يراعي مسألة تنمية الذوق عند المتلقي وكذلك الرادود والجميع في الوسط الإعلامي لابد أن نهتم بهذه القضية لأننا إذا نزلنا بذوق المتلقي إلى حد الإسفاف القضية حينئذ ستؤثر حتى على البعد العقائدي حينئذ عقيدته ستأخذ حالها إلى الإسفاف أيضا لأن الإنسان مجموعة من القناعات والمشاعر وهذه القناعات والمشاعر ينظمها خيط واحد هو الذوق والذوق العام الذوق العام للإنسان سان مجموعة قناعات قناعات علمية فكرية ماذا تريد أن تسميها عرفية مجموعة قناعات بالنتيجة كل إنسان يحمل مجموعة من القناعات التي تشكل شخصيته الداخلية ومجموعة من المشاعر هذه القناعات والمشاعر ينظمها خيط واحد سلك واحد هو الذوق نحن إذا نزلنا بهذا الذوق إلى حد الإسفاف القناعات والمشاعر أيضا ستنزل إلى حد الإسفاف إذا ارتفعنا بهذا الذوق إلى حد الراقي ولذلك تلاحظون نحن في شعارنا في القناة ما هو من أجل ثقافة شيعية أصيلة من أجل وعي مهدوي الراق إذا لم يكن هناك رقي في الذوق الإنسان ستنحدر قناعاته الجانب الأدبي والفني له التأثير الكبير في إنشاء الذوق عند الإنسان وهذه مسؤولية كبيرة مسؤولية كبيرة على الذين يعرفون أهمية ما أقول ربما البعض الآن يسمع كلامي ولا يعرف أهميته لكن الذين يسمعون كلامي الآن ويعرفون أهمية ما أقول من أننا لنا مدخلية في وسائل الإعلام وفي وسائل التبليغ لما أقول في وسائل الإعلام ليس بالضرورة التلفزيون وليس بالضرورة الإنترنت صحيح التلفزيون من أهم وسائل الإعلام لأن التلفزيون هو الحاضر في كل مكان والإنترنت أيضا صار حاضرا في كل جيب لكن الحسينيات هي أيضا من وسائل الإعلام المواكب والهيئات هي من وسائل الإعلام الشعراء حتى لو لم يظهر على شاشات التلفزيون أو لو لم تكن لهم مواقع على الانترنت الشعراء هم من وسائل الإعلام الرادود من وسائل الإعلام كلنا في جهة الإعلام والتبليغ علينا مسؤولية أن نحافظ على الذوق العام لمحبي أهل البيت وأن نرتفع بهذا الذوق على المستوى الأدبي وعلى المستوى الفني وبالتالي هذه مسؤولية كبيرة يعني الدخول في هذا الحقل إدخال الموسيقى عبث لا يشابه عبث قضية حساسة جدا لابد من مراعاة ما أشرت إليه وأجد أن الوقت طال وإن كان الموضوع في غاية الأهمية لكنني أكتفي بهذا القدر وربما أعود إليه في برنامج آخر ترجمة نانسي قنقر